نواصل حل تمارين كتاب مدرسي وتمرين اليوم يعتمد على جزئيتين عين قيم العدد الحقيقي إن أمكنه معناه قد لا يمكن حتى يكون للمعادلة التالية حلان موجبان هذه كلمة حلان موجبان فيها مشكلة موجبان تماما كينا خدمة والصفر وحل آخر خدمة أخرى مثلا لو نلقى الصفر والثلاثة لو أجد الصفر والثلاثة الصفر والثلاثة هل هذان حلان موجبان؟ نعم إذا كان الصفر حلا فما هو الحل الآخر؟ هذه الجزئية دروها في تمرين رقم 38 رقم 38 استعملت الجزئية نعيورها عين قيمة حتى يكون الصفر حل المعادلة ثم استنتج الحل الآخر نسح قوة الجزئية إذا في المناقشة سنهتم بحالة الصفر والحل الآخر ستكون عمل لوحده الجزئية الأخرى هي الكتاب صفحة 46 المقصود في الثامنين والستين هو هذا الجزء حابين نتبقى هذا الجزء إذا كان الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث محققان فإن المعادلة تقبل حلين موجبين ولكن ماذا؟ تماماً ما هي مشكلة 61 ما هي مشكلتنا مع 61 أنه لم يقل تماماً فتركنا ندرس حالة الصفر والحل الآخر لوحدها هذه هي P Especially here ~~ دلته موجب الاصف سننضaine مجب ننض 블레 سنضيق المجل هذه المجالات هذا هو المجموعة الأولى تكون عدي مجموعة رقم واحد والصفر ندرسه لوحده يكون عندي مجموعة ثانية اتحاد المجموعة الأولى اتحاد المجموعة الثانية هو ما نبحث عنه في هذا التمرين لحساب الشرح التاعي يبدو التمرين فيه صعوبة طبعا فيها ليس سهل التمرين ليس سهل ولكن بإذن الله لن يكون صعب لأنني كان قده المثال هنا كان بأربع أمثلة كل مثال حلتي في صفحة واحدة بالألوان بالخط الكبير بالشرح الوافر بإذن الله مع الشرح مع الشرح الصوتي هدايا وكان أوراق لو كنتكلموا بهم وزيت لهم الشرح الصوتي هدايا ستذلل الصعوبة في واحدة ستون واحدة ستون هل هو صعب؟ نعم هل هو مستحيل الفهم؟ لا لماذا؟ أولا كل مثال حلتي في صفحة واحدة كما سنرى بعدها قليل ثانيا دعمت الشرح الورقي بالشرح الصوتي فأصبح التمرين 61 سهل والحمد لله إذن نبدأ من الأمثلة الأولى ثانية ثالثة رابعة ونروح معها بشوية نتمع عام في المثال الأول ونفس المنهجية ستكون في الأمثلة لبعدها إذن التمرين 61 معادلات وسيطية تعيين قيم الأدد الحقيقي أهم إن أمكن أو قد لا يمكن كي المثال لن نجد قيم أهم هذا قال إن أمكن حتى يكون للمعدلة حلاني مجبان ما معنى حلان مجبان؟ حليني مجبين تماماً وهذا شرطهما مجبين تماماً وهذا شرطهما شرطهما ثلاث شرط S موجب P موجب دلتا موجب نشئنا الترتيب دلتا موجب P موجب أو حليني أحدهما معدوم والآخر موجب كما ورد في 38 صفحة 55 اللي شفناه قبل قليل هذه الصئلة جزء شفناه أولاً جزء من الصفحة 46 تعيين إشارة حلين معادلة من الدرجة الثانية شفناه في الكتاب منذ قليل هذا P وهذا دلتا وهذا S المعادلة الأولى هي هذه البديلولة نسمي في دلتا P S لاحقاً سأتخلى على هذه التفاصيل الكثيرة سأقول مباشرة دلتا S P هكذا بديلولة هكذا ثم سأتخلى في الشرح كيف كيف أنا عاودتها وهنايا كيف كيف عاودتها هني هنايا هني نتخلى هني نتخلى هنا ها ورا S P D شوفوا في الخلاصات هذي نتخلى ها ورا S P D إذا نفهمه بشوي نبدأ بالمثال الأول صح المثال الأول هو هذا أول شيء استظهار المعاملات من هو A من هو B من هو C الأ واحد نقص 9 هو البي ثلاثة A نقص أربعة ما معنى دلتا موجب تحسب دلتا معنى موجب معنى هذا الشرط الأول إذا دلتا موجب معنى الشرط الأول هذا هو الشرط الأول ما معنى ما معنى P الجداء برودوي س على A موجب P موجب وش معنى معنى هذا الشرط S مجموع الحلين يكون موجب ما معنى معنى هذا الشرط في الرياضيات كلمة و أي كان كلمة و هنا و شو عندها في الرياضيات الو معنى تقاطع ما معنى من هي الأعداد الأقل من هذا والأكبر من هذا والحقيقية في الحقيقة السهلة مدام أصغر من هذا وأكبر من هذا فإنها محصورة بينهما لاحظ محصورة بينهما و مجموعة كبيرة لا تغير شيء الخلاصة الأولى هي هذه ماذا يكون دلتا موجب و P موجب و S موجب هنا في هذه المجموعة هذه المجموعة الأنسامب S 1 وجدنا المجموعة الأولى التي تجعل دلتا موجب و P موجب و S موجب الآن ما زالت مجموعة أخرى لو كان سفر حل المعادلة تعيين قيمة أم حتى يكون سفر حل المعادلة واستنتاج للحال الأخر الحال الأخر إحنا وظهرنا كان لقيناه موجب نقبله قيمة أم كان لقيناه سلب ما نقبلوش قيمة أم و كان مثال دي بتحننا فيه أم سلب أو كان مثال في الأمثلة هذوم كان هذا راح تحننا موجب أو تحننا 4 إلى 3 أو تسعة تكون شوفوا بشوية ما معنى ما معنى سفر حل عندما أعوضه عندما أعوضه لا أجد مشكل أعوضه فأحصل على معادلة من الدرجة الأولى حلها أم تسوي أربعة على ثلاثة نعوض ربع على ثلاثة في المعادلة فتكون هذه المعادلة لا حلان الصفر والتسعة هل هذان الحلان موجبان نعم هل هما مقبولان نعم الذي أتى بهما هذين الحلين الذي أتى بهما هو أم يساوي أربعة على ثلاثة أربعة على ثلاثة سأضمها إلى الحلود السابقة هنا في هذا المثال أربعة على ثلاثة كانت مفتوح بسبب المجموعة الأولى لكنها قُبلت نفس العدد هنا قبلناه هنا فيغلق المجال إذن سهلا هذا اتحاد هذا هو نفس المجال ولكن هذا مغلق لهو أس واحد اتحاد أسلين الخلاصة النهائية هل نجاوبنا على السؤال الأول هذا جواب السؤال الأول المثال الثاني هو هذا قبل الانطلاق في العمل نتعرف عن المعاملات استظهر المعاملات مسميها استظهر المعاملات من هو A من هو B من هو C نفس الفكرة السابقة مع صعوبة بعض الحسابات او كان واحد المثال عدنا يكون دلتا في خدمة كان دلتا لدلتا حذاري الصعوبرة هنا عندما أحسب دلتا شوفوا معي أحسب دلتا نحسب عادي نمشي عادي ما هي قم الدلتا السابقة قم الدلتا السابقة هي معادلة من درجة الأولى هو كثير حدود من درجة أولى متى يكون موجبا سهلا هذا الانتقال سهل متى يكون هذا موجبا متى يكون موجبا تماما سهل الإجابة سيكون من درجة ثانية كما هذا يا هذا درجة ثانية كيفاش يكون متى يكون موجبا هذا في خدمة إذا متى يكون دلتا موجب هذه العلاقة هذه هذه العلاقة نحسب لها دلتا التاحة أجده ثمانين وخمسة موجب معناها تقبل حلين معناها الرسمة هكذا متى يكون موجب من نقص ما لنهاية الحل الأول ومن الحل الثاني من الحل الثاني إلى زائد ما لنهاية هو هذا الكلام إذن متى يكون دلتا موجبا تماما هنا الآن نجعل السعلا هو هذا متى يكون موجبا تماما هنا كيفاش عرفتها؟ دلتا الجوداء تعلبسط في المقام عاد لكثير حدود من الدرجة الثانية ينعدم في الصفر وينعدم في النقص واحد ينعدم في الصفر وينعدم في النقص واحد وروح تطبقت عليه نفس الفكرة الصفر ونقص واحد هنا والصفر هنا والمتجه نحو الأعلى متى يكون فوق محور الفواصل من نقص ما لنهاية النقص واحد ومن صفر لزائد ما لنهاية مع مراعاة الفتح هنا زيت هذا العدد هداية موجب ما معناه؟ معناته هذا الكلام بنفس الطريقة لمنذ قليل هذا ينعدم في ثلث وهذا ينعدم في الصفر الروح نشوف محور الفواصل والروح نعين الصفر والثلث معامل آم مربع موجب قطع نحو الأعلى من نقص ما لنهاية النهارات تعلمناها في المحور الأول من نقص ما لنهاية للصفر ومن ثلث زائد ما لنهاية ونعودوا جبنا هذا المثال جبنا هذا المجال الآن ما هي الصعوبة هنا إن شئتم هو هذا تقاطع هذا تقاطع هذا سأجده هذا استعمل الألوان استعمل عندك تقاطع مجالات تتكلمنا عليه من نوفات إذن هذا تقاطع هذا تقاطع هذا يسوي هذا في الحقيقة نقص ما لنهاية نقص ما لنهاية نقص واحد أرى نديل شرح واحد اخر ها وره شوف معي هنا تقاطع أنا ديل الشرح هنا تقدر تفهمو هنا شوف معي الآن نستعمل الألوان عندنا الألوان هنا او ل GA حلنا ولا ما يقولون ما زدت نقص ما لنهاية نقص واحد ماذا سنجد مناقص ما لنهاية نقص واحد مناقص ما لنهاية اللي هو بholderق هنا هاية التقاطع لنها دي age وهنا today بholderق مناقص ما لنهاية نقص واحد وبعدا زيد لنلقى من خمسة زائد غير الخمسة على太 Tanz زاد ما نهاية من خمسة زائد علي خمسة زائد ما نهاية هاية هادا با إذا نتبع مع المليح نشرح للجزئية أي ما هي السهلة للشرح التاحة تحتاج إلى تركيز نستح مفروض أننا في الفيديو هنا يعدنا جميع الوسائل للشرح علاها عند الألوان هنا نخدم به متى يكون دلتا موجب تماما؟ هاي وره هنا موجب تماما نبدل اللون متى يكون بي موجب تماما؟ هاي وره متى يكون اس موجب تماما؟ هنا من هو اللون من هي الأعداد التي تلونت ثلاث مرات؟ لاحظ هنا هاي وره هذه هي الأعداد ها؟ هذي كل هذي هي معتها من هذا العدد إلى زد من نهاية صحيحة؟ وشوفوا هنا يا هذي ألا نقص واحد لأنا نقص واحد وجهنا نقص واحد ذاك رايجيهنا يعود من نقص واحد إلى زد من نهاية لأن نقص واحد أصغر من هذه القيمة نقص واحد رايجيهنا ويعود من نقص واحد نقص من نهاية ما هي عيوب هذا الرسم؟ العيوب بتاعه مفروض يكون كما جدول الإشارة وره الصفر هنا شوفوا الصفر درته هنا ودرته هنا ودرته هنا ودرته هنا ويستحسن درت الأصفار تحت بعضهم وبدأ رتبت القيم هذه ونقص واحد تجربه مفروض نقص واحد ونقص واحد تدريه لأننا ما هو لأسجل ماتي يكون دلتا موجب؟ تقص بلدتا اصفار مواتي يتحسن الوان ماتا يكون دلتا موجب؟ يتحسن الوان لأسجل الوان الأخضر ي encounter ماتا يكون دلتا موجب؟ هذا هو هذا وهذا هو هذا هذا هو هذا الشكل ومتى يكون بمجب من نقص ما لا نهاية نقص واحد من نقص ما لا نهاية نقص واحد لون الازرق شوفوا في الحقيقة دي رهم لونة لباس بها نفهموها برك دي رهم لونة لباس بها صح هنا قدركم نشوفوا اللون نشوفوا اللون الاخضر واللون الازرق واللون البرتقالي اللون البرتقالي ره دلتموجب من نص اللون الاخضر اللون الاخضر دلتموجب ها اللون الاخضر هدايا دلتموجب اللونه بالاخضر لشكل مفتاح للرسم اللون الاحمر الاخضر شوفوا معايا ها 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 دلتموجب دلتموجب بالاخضر من نقص ما لا نهاية لهدا العدد هني درت خطه ومشيت بيه منه ومن هدا العدد زيد منها خلاص هني لونت بدي الطريقة هديرها طريقة من طرق التلوين مليح عشتش من نقص نهاية للدات سعو 스�فر النزيد من ومريح مليح يبقى اللون البرتقالي اللون البرتقالي يوني به المجموع مجموع وقته يكون مجب من ناقص مالة نهاية للصفر بقصة مالة نهاية ومن ثلاثة للذدة من نهاية بمتاز هنا الأعداد يلونات ثلاث مرات شوفو هنا يا برك هنا المكان شوفو هنا ابقوا يشوفو هنا محايد مثلا هذا اللون نطرح لكم سؤال هناك كائن هذا اللون وهذا اللون وهذا اللون وهذا اللون كائن 3 هناك كائن قزوج هناك كائن قواحد وراه المكان لكائن فيه 3 الوان المكان اللي فيه ثلاثة الوان وراه اللون المكان اللي فيه ثلاثة الوان هو التقاطع هنا يا ثلاثة الوان هنا يا هم الرهم لهو هذا وراه المكان اللي فيه ثلاثة الوان هذا يا لهو هذا هنا يا اذا كنت يشوف وراه كين ثلاثة الوان هنا يا 3 نوان كان هنا هذا هو التقطاع متى يكون هذا هو المجال لا تكلمه وذي الخدمة الدلتة موجب واس مجب وبي مجب. صح. ام تزالت لنا حاجة اخرى. تعيي قيمة ام حتى يكون سفر حل وستنتج حل اخر. سفر حل. جبنا ام نقص واحد. ام نقص واحد كن عاوض بها. جبنا السفر والاربعة. اذا النقص واحد هذا نقبلوه ولا ما نقبلوهش. هذا النقص واحد جبنا. جبنا الرابعة والسفر. هل هما حلاني مجبان؟ نعم. اذا النقص واحد اضيفه هنا. اذا ديكون المجال هنا مغلق فقط. ديكون المجال هنا مغلق. يعود نفس المجال السابق ولكن هنا يكون مغلق. آآ تم شرح المثال الثاني. الآن. المثال الثالث. نطرح نفس الاسئلة السابقة. من هو آآ؟ من هو آآ؟ من هو بي؟ من هو سي؟ الحلان. آآ شرح السابق كان ثلاث شروط. ما فائدة دلتة موجب وجود الحلين. ما فائدة جدائهما موجب يكون من نفس الاشارة. ما فائدة مجموعهما موجب يكون موجبان. في الحقيقة كان موجبان تماما. هنا موجبان تماما. نلزم تقود موجبان تماما. اذا الفكرة بسيطة في الحقيقة. العلاه. لان المثال السابق شرحناه جيدا. تبع معي بشبيا. الان هذا دلتة موجب. نخدموه نخدموه نلقوه شروط على ام. وهذا يا. نخدموه نلقوه شروط على ام. وهذا يا. نخدموه نلقوه شروط على ام. تقاطع هذه الشروط الثلاثة هو المطلب. الان. بشوية تبعوا معي بشوية. فيها شوي خدمة. الان صح. دلتة. دلتة فتحة موجب. كي نقول دلتة موجب ولا دلتة فتحة كيف كيف. نحزبوه دلتة فتحة نلقوه من درجة ثانية. نحزبو مميزة تاعو نلقوه سالب. هذا يا. نحزبو مميزة تاعو نلقوه سالب. وش معناها في الرياضيات؟ معناها. البيان لا يقطع محور فواصل. وهو متجه للأعلى. معناه. كله موجب. على الرسمة تاعنا ديتكون كيمهاكت. وديتكون كيمهاكت. لان ثمين موجب. ديكون اشارة هذا المقدار دوما موجب. لانها تبع اثنين. اذا دلتة فتحة لدلتة فتحة لقوه سالب. معناتها ام ينتمي الى ار. بمفروض ان دلقاء ار برك. على ناحية النقص واحد. النقص واحد على ناحيته في رأيكم. النقص واحد في الحقيقة نحيته لانها تكون معدلة. ليست من الدرجة الثانية. شوف كيفها الخدمة او. اذا كل الار مع عدل نقص واحد. ما ننسوش النقص واحد. كون يعود ام يسوي نقص واحد. تكون من الدرجة الاولى. ولهذا. هذا المقدار كله موجب. ام ينتمي الى ار. ولكن. لو كان ام يسوي نقص واحد. لا نتكلم على اصلا دلتة. نتفقنا على المجموعة الاولى. نجري المجموعة الثانية. هذا الجداء موجب. معناه هذا. هذا متى يكون سالبا. اذا كان من نقص واحد الوحد. اعلا. ينعدم في النقص واحد والواحد. ومتجه للاعلى. ومتى يكون سالبا بين النقص وعد وواحد. خلاص. فهمنا. وكهذا متى يكون موجبا. اذا كان ينتمي الى هذا المجال. هاد المجال وراه في الرسم. هذا المجال وراه في الرسم. ها وراه. اذا هذه تنعدم في النقص الاثنين وهذه تنعدم في الواحد وعندي قطع مكافأ للتجهل الاعلى. متى يكون موجبا من النقص من النقص الاثنين هاني كتبها ومن واحد زد من النقص هاني كتبها. بالصح وراه المشكلة هنا يا. المشكلة انه اس واحد واس اثنين تقاطعهما مجموعة خالية. اعلى. لان هذي راه نقص واحد انا كنتجي يشوفه. هذي راه نقص واحد. وهذي الواحد. نزدو يشوفو الاخرى. من النقص من النهاية نقص اثنين اي هنا يا نقص اثنين اي هنا. صف الدينة هذي. ومن واحد الزائد ما لنهاية. ومن واحد الزائد ما لنهاية. هاي وراه. اه هي هي مانيش قالت. مانيش قالت. اه لان المقبول وينها. المقبول راه قامل نقص واحد الواحد. المقبول راه نا. خلنا ندرها. كنستعمل الانواة ما نقلطوش. وينها اللي قبلنا هنا يا. قبلنا قادي الدك داقة. وهذي ما جابتلي. جابتلي هذي الزرقة. وهذي الزرقة. هل هناك ملونا مرتين؟ لا. حتى الواحد هنا يا. في الطرف هنا يا. مفتوح منا مفتوح منا. اذا تقاطعهما مجموعة خالية. اذا في الحقيقة. اه هني كنت معلم هنا يا. معلم هنا يا. قلت. الشارط المميز موجب تماما. فان المقدار موجب تماما. في الحقيقة ما عادة عند النقص واحد. انا يا. لازم ننحو نقص واحد. نقص واحد لازم ننحو. هاي نحيت. هاي وراه. هاي نحيت. اذا نقص واحد. اذا مميز. موجب تماما دوما ما عندها عند النقص احد غير معرف. الجداء. متى يكون كموجبا؟ قلنا. بين نقص واحد. وهو الراه. بين نقص واحد واحد هول ره. ولاذرق. والجداء. متى يكونнов موجب؟ هنايا. قلنا بقي نقص واحد واحد. والمجموع. متى يكون موجب؟ هنية. وهنايا. هل هناك تقاطع؟ لا. لا يوجد تقاطع. اذا. انا قلت منذ قليل. ما عليش كنزيد نعود. هنا يا المجموع علي النقص من هي النقص اثنين راي هادي راي هادي يعني كديرها بلول احمر راي هادي وهادي والاخرى هي هادي هل هناك تقاطع بين لول اول والثاني لا خلاص متبهمين على المجموعة الخالية لما ام ما قيمته ام عندما يكون سفر حل نديروا سفر حل نلقوا ام نقص واحد هادي ام نقص واحد نقبلها ولا نرفضها نروح نعاوضها قبل كي نعاوضها نلقوا تجيب النزوج حلول نقص واحد وعليه لا توجد قيمة لام بحيث يكون المعادلة حل للمجبان هادي الخلاصة النهائية اذا اكس هنا نقص واحد لم تؤتينا بحلول جديدة مقبولة اعطيتنا النقص واحد وصفر مرفوضان لاننا نحوص عليهم مجبين المجموعة الاولى ما كين والو والمجموعة الثانية ما كين والو اذا الخلاصة ما كين والو اذا ما اوش قالت هو قال لك تعيين قيم ام ان امكن لم يمكن فقط شكرا فقط هذا وشكاين تم شرح هذا المثال نأتي الان الى اخر مثال المثال الاخير تعيين قيم ام حل للمجبان ومنا اذي نعاود فيها برك نبدأ تعيين قيمة ام حتى يكون صفر حل كين دير صفر حل نلقو ام هذه القيمة كين عاوضوها نلقو الحلول مقبولة حلاني مجبان اذا ساحتفظ بهذه القيمة عندما تكون ام هذه القيمة يصبح للمعادلة حلاني مقبولان نروح حضرك للشرط الثاني دلتا موجب وبي موجب واس موجب من هي العوامل من هو دلتا دلتا اجده معادلة من درجة ثانية معامل ام مربع سلب متى يكون دلتا موجبا متى يكون دلتا موجبا متى يكون دلتا موجبا يكون دلتا موجبا بين الحلين هنا كين تفاصيل دلتا لم ادرسهش مليح هنا يشوفوا معايا هنا هذي المعادلة راها لما قام نقص 4 على 3 نقص 4 على 3 لنحيناها كين تلقوا معها في الطريق نحوها متى يكون دلتا موجبا هذه دلتا عندها زوج حلول دلتا عندها الحل هذا ومتجه نحو الأعلى بدا الشكل متى يكون موجبا يكون موجبا بين الحلين خلاص هذي المعادلة عندها زوج حلول هما هذا وهذا بينهما يكونوا مقبول كفا عرفتا لان هذي متجهة نحو الأسفل بينهما يكون موجب خلاص بودتا هذا موجب مش معناه معناته هذا الكلام نمشي به نمشي به نلقي هذا المجال خلاص هذا موجب معناته هذا الكلام هذي ما خلاصش ها سنشوف نشرحها بشبيه هذي ونت العدم هنا وهذي متجهة للأعلى معانته من نقص من النهاية للحل الأول ومن واحد زد من النهاية كما كنا نقوله في الأمثلة السابقة هذي كين تلاميذ أو خاصة من المحور الأول يشوفوه معنا في الفيديوهات ما نشرح شعني كل شو أو كين شوية مستوى مرتفع هذي 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 يا هذي ونت العدم هذي ونت العدم هنا هذي ونت العدم هنا هذي ونت العدم هنا ليح هذي وقتش هتكون موجبه ها ورا بينه من نهاية الحل الأول ومن واحد الحل الثاني ها ورا يجبكم تتابعوا كل الفيديوهات هذا دليل لما فيها منيش هنا مش متبع الفيديوهات مش مالف بالطريقة 10 حتى هذي مشكلته ماش مشكلته زيدو لك هادا يا هادا يا نحولوه هذا الشرط هادا يا هادا هو هادا ليه هو هادا وقتش يكون موجب هاذا راه كثير حدود من درجة ثانية جداء كين الصفر وكين نقص واحد كين الصفر وكين الواحد يعدد شبال هادا كيف كيف معناتها وتش يكون موجب بنفس الطريقة من نقص من نهاية للعدد الأول ومن العدد الثاني زيد من نهاية adia الظروقة كتبع ب الألوان الألوان هنا تبعنا هنا ورا هاي ورا فلو Lux نتبع بوالوان نشوفوا معايا نبدووا بشوية نبدو اللون حين شمي واضح نحترف نبدو بالالوان ضلة مو جب هو هدي ال الوان وراء من هذا العتد وراء وهذا العدد هيفاء ودافتما اسم هينال لهون �م لهونات في نوعات اليها هذه غيرات واش جبت لي؟ هذا وراء وراء هذائية ها وراه. وراه هدايا ها وراه. جبتلي اللون الازرق هنايا. لونتلي هذا ولونتلي هذا. خلاص عاني شوفي عليها. وهدي وش لونتلي? وراه السفر. وراه الواحد. لونتلي اللي لون الشني. وراه كين ثلاث خطوط. هناك كين زوج خطوط في المنطقة. هناك كين ثلاث خطوط. 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 هناك كين ثلاث خطو هذا الكلام اللي لقيته ما تنساش باش تزيد له النقص ربع على ثلاثة تعقبيل النقص ربع على ثلاثة كانت مفتوحة تولي مغلقة فقط هذه نقص ربع على ثلاثة كانت مفتوحة هنا تولي مغلقة لأنها ضمت بالخلاصة الأولى نقص ربع على ثلاثة والخلاصة الثانية جبناها مفتوحة اغلقناها هنا وتكون هذه الخلاصة النهائية يعني التمرين كانت شوي صعب في الشرح بالصح ما يهمش انا بالنسبة لي ارضيت على الشرح انتهى الحل تعتمين فى الحقيقة يعتقى من يششايفوا وعر بكل صراحة وصراحكم من يششايفوا وعر اولا من يششايفوا وعر لأنه مش شبهوا بعضها من الافكار وشكاين فكرة نعاودون ربما ندير خلاصة للتمرين وشكاين فكرة فى الحقيقة معلش ندير خلاصة خفيفة للتمرين ربما تساعدكم في التصور العام كين أولاً وكين ثانياً ما تنساوش باللي راح كين أولاً لتجيب لنا المجموعة الأولى وكين ثانياً لتجيب لنا المجموعة الثانية وتكرر العمل في كل التمرين بنفس الطريقة ذو كان المجموعة اللي مع البدل واللوان هنا في الشرح مليح منين دي تجيكم المجموعة الأولى؟ الدير دلتا موجب ودير الجداء موجب ودير المجموع موجب ودير التقاطع التاخم باش تجيك المجموعة الأولى خلاص هوا عندك المجموعة الأولى مبركة عليك وكالمجموعة الثانية في الحقيقة عليها راح عجبني وعليها راني قلت لك تمرين هذا سهلا ما هو إلا تقاطع مجالات وكين اتحاد مجالات هذا التمرين اللي تلعب بها ما دمزوش هذه الفكرة على التمرين فكرة على التمرين فكرة على التمرين ما نشايفها وسيط وشايفها شايفها باللي التمكن من تقاطع واتحاد مجالات يدوخك بالتقاطع والاتحاد يدوخك بهم يعطيك وضعيات تركز 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 بالصح كل تقاطع كنت شوفوني في الشرح عادي تبع الفيديو كنت شوفوني في الشرح تلقوني فقط نتماعا في التقاطع والاتحاد فقط اذا ما هو الى تقاطع الاتحاد قلنا الاول وثان جيب تقاطع وهذي منين جيك اس 2 منين جيك كفا قلنا كفا دي جيك بين اس 2 منين جيك كفانج هذي رح في الثمانية وثمانية وثلاثين تعيين قيمة ام حتى يكون سفر كان عادت عندك سفر وعدد مجب مثلا سبعة تقبلو كان عادت عندك سفر ونقص ثلاثة ما تقبلوش لان هذان عددا مجبان وهذان عددا سالبان اذا الان في الحقيقة ركضي تقول تعيين قيمة ام بيكون عندك قيمة لام حتى يكون سفر حل هذه القيمة لام كما هنا كانت عدد لهو هنا اربع على ثلاثة او اربع على ثلاثة اربع على ثلاثة اربع على ثلاثة هو المجموعة الثانية ينال اللخص بشوية التمرين يعتمد على التقاطعات والاتحادات التمكن التام بالتقاطعات والاتحادات التقاطع والاتحاد كان تمرين سنة اولى على التقاطع والاتحاد صفحة ربعة وسبعين كان تمرين على التقاطع والاتحاد تلمين ممش يحلو فيها التمين هدايا يتوبك لازمك تحلو من ذلك التمرين هذي الفكرة التال خلاص التقاطع والاتحاد لازم مهارة مكتسبة لازم تخدمها مليح مئة بالمئة وكان طريقة التلوين اللي خدمنا بها في التمرين أي كانت التلوين تمكنك من التقاطع والاتحاد مليح ضكوشك عندك عندك ثلاث شروط كل شرط يجيب لك مجموعة تقاطع الثلاث مجموعات يجيب لك المجموعة الاولى وعندك هنا شرط يجيب لك المجموعة الثانية المجموعة الاولى اتحاد المجموعة الثانية هو ما نبحث عنه خلال التمرين هدف التمرين هو البحث عن المجموعة الاولى اتحاد المجموعة الثانية المجموعة الأولى هي من تقاطع ثلاث شرط والمجموعة الثانية هي من الشرط هذه مفروضني شرحت أفكار بقيت لفكرة فقط كيف أتمكن من التقاطع والاتحاد هذه الطريقة أنصحكم بها في التلوين هذه الطريقة في التلوين أنصحكم بها هذه الطريقة التي خدمنا بها في التمرين توجد كم من طريقة في التلوين هذي احسنهم كون ما تدير شاك ذاك عفش تدير جدول فيه ثلاث خانات بالعقل شوفوا معايا نسأل سؤال كيف اتمكن من التقاطع والاتحاد هذون كنت تحب تديرهم في جدول يجي جدول كبير يجي جدول يخلع يخوف فيه قدان خانة لا انصحكم باستعمال الجدول اذا كيفاش اللون كنت تفهمه ينتهي المشكل شوفوا التلوين هذي برك تعلموه اربع مرات تعلموه في هذا يعني درته قدان خطره وهنايا وهنايا هنا مدرتوش كان سهل عندك ثلاث امثلة فهمهم في التلوين برك افهم هناك كيفاش كنت تلون برك كنت تفهم قا هذون برك يسر لابلكو ما تفهمش كيما هكد لازمك تدير لازمك تدير جدول اشارة هذا وتبقى تقرأ من الجدول باش تلحق الخدمة هذي معركة كبيرة ورسومات كثيرة هذا اسهل رسم جيب دلتا وتعلموه هنا يا وتلونوه هكد وتسأل سؤال لنفسك من هي التي تلونت ثلاث مرات تقرأ هنا وتقرأ هنا فقط من هي الاعداد التي تلونها ثلاث مرات شوفها هنا يا هاو عندك المستقيم الاول وعندك الثاني وعندك ثالث هاو عندك ثلاث ألوان هنا رك تحاوس على ثلاث خطوط هنا يا مع ان تراها الاعداد هذيها لونت ثلاث مرات شرحت شرحا جيدا لهذا التمرين وانتهى هذا التمرين بصفة نهائية المسأني طبع المثال الأول المثال الثاني بصفها المثال الثالثة بصفحة والمثال الربائة بصفحة فيه اربع صفحات وقد تم كتابتهم وشرحهم بالفيديو انتهى التمارين واحدة الستون التمارين واحدة الستين انتهى